كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها يأتي الاتفاق انتلاقا من توجه الدولة نحو دعم التصنيع وخاصة الصناعات الاستراتيجية ومواصلة خطة تطوير وتحديث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات